السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من قناة طيور الحب اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم لكل شخص بربي طيور زينة وبالأخص عصفير البج اليوم أنا وعم بتفقد أحد العشوش يلي عندي كنت شايفه قبل بفترة وفي هون 8 بيضات للأسف انه ما فأس منه غير ثلاثة واستنيت شي عشر تيام وما فأس ولا بيضة يعني خمس بيضات لسه متل ما هنه وتلت فراخ طلعت البيض لحتى أفحصه وشوفه شغال ولا خربان وانا وعم بفحصه للأسف انه انكسرت بأيدي بيضة بالغلط فلقيت طلع منه دم وفيه فرخ وكان لسه عايش يعني وعم ينبوض جبت البيضة وقعدت حاول فيها شوي كسرتها بزيادة وطلعنا الفرخ منه الفرخ كان عايش يعني الحمد لله وحطيته عند أمه بس للأسف انه ما كمل يعني تاني يوم لقيته ميت فلذلك بدي انصح كل شخص بيربي طيور انه ما يقرب على العش أبدا وخصوصي لو كان في بيض ما يلعب ببيض العصفير نهائيا هاي نصيحة يعني يا ريت الناس تسمعها حتى ما يوعوا بالغلط مثلي خاص نص الناس المبتدئة بتربية العصفير متل ما لكن شايفين الفرخ لسه يعني الصفار تبع البيض موجودة عليه عم يتغزة منه لسه مو مكتمل نمو على الرغم من انه كان عايش طلع من البيضة الحمد لله بس ما له نصيب يعيش يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو واخدتوا بنصيحتي وبرجع بعد لكن لحدا يلعب بيض العصفير لو حدا عنده عصفير عم بتبيض وشغالة لا يقرب عليهم نهائيا واهتموا بعصفيركن وخافوا عليهم ولا تنسونا بدعمكن بالاشتراك بالقناة واللايك واذا عندكن اي سؤال اكتبو لنا يا بالتعليقات اشتركوا في القناة